كما قامت فخامة الرئيسة ساميا صلوح حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة اليوم بزيارة إلى دار الحنان التابعة للجمعية العمانية للسرطان في ولاية بوشر وتجولت فخامتها في أقسام الدار المختلفة واستمعت إلى شرحين عن أهداف الدار والدور الذي تقوم به وما توفره من خدمات ومرافق للأطفال المصاب بالسرطان سواء في المستشفى السلطاني أو مستشفى جامعة السلطان قابوس أو مستشفى خولة وتضمنت الزيارة عرضا مرئيا لفخامة الضيفة تضمن نبذة على الجمعية العمانية للسرطان ومشروع دار الحنان التابع للجمعية ورؤية الجمعية وأهدافها وأليات عملها والخدمات التي تقدمها للمرضى